السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سوف نقوم بتصحيح تمرين خمسة من صفحة ثمانية وستين من كتاب مرشدي في الفيزياء بخصوص درس توازن جسم صلب قابل للدوران حول محور ثابت لخلق مصمار منغريس في قطعة خشبية يطبق العامل قوة F شدة 10 نيوتون في نقطة A يطبق العامل قوة F شدة 30 نيوتون في نقطة A من ذر عطلة مكوعة في نقطة B من 90 درجة حيث يرتكز الجزء المكوعة على سطح القطعة في نقطة B تسمى نقطة الارتكاز وهذه نقطة الارتكاز هي نقطة الدورة وتمثل C نقطة تأثير العطلة على المصمار نهمل وزن العطلة إذن فسنو كنجرد القوة سنعتبر أن B لا يمكن لأن وزن العطلة مهمة أول سؤال وجرد القوة المطبقة على العطلة بقشار الثاني لتوازن جسم صلب وحسب شدة القوة F C على القوة المقرونة بتأثير المصمار على العطلة إذن أول حاجة هي تحديد الجسم المدرس وهي العطلة وهي خادعة التي تأثير R يعني تأثير الصفح الخشبي في النقطة B اللي سنعتبرها نقطة الدوران F تأثير العامل في النقطة A D تأثير المصمار في النقطة C السؤال الثاني بتطبيق الشرط الثاني توازن جسم صلب وحسب شدة القوة المقرونة بتأثير المصمار على العطلة وهنا سنذكره مشارطي توازن جسم الخاضع لقواتين الشرط الأول هو أن مجموع القوة يساوي متجامل عادي أما الشرط الثاني فهو مجموع جابريل العزوم القوة يساوي صفر نطبقه مجموع العزوم يساوي صفر فهو مجموع العزوم الخارجية فهو مجموع ونطبقه فهو مجموع ونطبقه 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 شرط الثاني توازن جسم قابل للطوران حول محور ثابت ونطبقه مجموع عزوم قوات خارجية فهو مجموع يساوي صفر ونطبقه 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 ثم مجموع نطبقه ونطبقه ودولت وقوة A وقوة F ونطبقه فهو مجموع وقوة وبعد المنح التقاطع إذا أعتبرنا أن المنحة الموجب هو المنحة التي يدور فيه العامل العطلة إذن تأثير العامل العطلة سيكون تأثير موجب أو المنحة موجب بينما المصمار يوجد في المنحة المعاكس وبالتالي العزم المصمار سيكون عزم سالب إذن كالقوم عزم قوة F يساوي F في أربي نسبة القوة F يتعامل مع العطلة في النقطة A و A و B هي القطعة التي ستكون يتعامل مع القوة F و في نفس الوقت تمر من B وبتالي المسافة هي A عزم قوة A تساوي صفر لأننا نحن اعتبرنا هذه النقطة B هي نقطة إرتكاز التي تتكعلها الملقات أو العطلة لأنه يقلع المصمار من بلاستو أعتبرناها هي نقطة الطوارئ و فعلا هي نقطة الطوارئ فعلا هي نقطة إرتكاز ولكن فعلا هي النقطة التي ستضر إلى العطلة فعلا يبدأ المصمار يخرج من المكان وبالتالي A يمر من B نقطة التي تضر حولها العطلة يعني العزم دلها يساوي صفر ما عندها تأثير بالنسبة للطوارئ أخيرا عزم قوة T يساوي ناقص T لأننا قلنا أن المصمار يجرب منحة سالب وبالتالي ضروري ناقص T في سلط لأن القوة T متعامدة مع العطلة وبالتالي هذه المسافة التي لديها من السلطة عبارة عن قطعة من السلطة عبارة عن قطعة لذلك ستكون متعامدة مع القوة و في نفس الوقت تمر مند التي نعتبرها هي محور الضوارة هذه العلاقة اسمنا وبالتالي سنعوض هذه الثلاثة في العلاقة ستقول لدينا عزم قوة R و نسبة لدلتا يساوي سفا عزم قوة F بالنسبة لدلتا هو F في أب عزم قوة T بالنسبة لدلتا هو ناقص T في سادي لذلك شاشة ندرينا عزم قوة F يساوي F في أب و عزم قوة T هو ناقص T في سادي ألا تغيير الإشارة انا نرى تغيير الإشارة انا نقوم بتقوة T في سادي ولكن هنا توجد T في السادي إذا نرى تقسم فأنا نرى تقسم أحد يزال تسبق عدا إذا نستبق عددين نعود للمقضاء القيمة ت تساوي F هي 10 نيوتون من المطايات A B أعطينا هي 40 سنتيمتر نحولها المتر هي 0.40 أبل نكتبه 40.2 6 هي 6 سنتيمتر 0.06 نفس الشيء ونحسب القيمة ديال ت تساوي 66.67 نيوتون وهي قيمة منطقية لأن كلما بعدت المسافة عن محور الطوارن شتة القوة تكون أقل وكلما كانت المسافة مع محور الطوارن صغيرة كلما شتة القوة المتفقة تكون أكبر نتمنى يكون الشرح واضح بقوا في الانتظار نحط لكم إن شاء الله مباشرة من بعد هذا فيديو آخر في نفس الدرس السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر